الشريعة واضحة جداً أن البشر كلهم أسرة واحدة كلكم لآدم وآدم من تراب القرآن الكريم كله حديث عن كفاءة الإنسان في الدنيا والآخرة بعمله بما كنتم تعملون الآية القرآنية الكريمة التي يستشهد بها الناس كلهم جميعاً يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا وغيث لتعاركوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم فيبين أن الفضيلة في الدنيا والآخرة هي بالتقوى هل يمكن اعتبار القبلية لون من ألوان العنصرية؟ قاطعاً العنصرية في مجتمعاتنا العربية شعوباً وقبائل القبائل العربية مقابل الشعوب عند غيرهم هنا القبائل خاصة في منطقة الجزيرة العربية تجد إحساس قبيلة بأنها أفضل من قبيلة أخرى أو أكثر شجاعة أو أكثر كرماً أو أنها أكثر عدداً أحياناً أو أنها أحق بالوجود ولذلك يكون هناك الصراع القبلي الذي يتمثل أحياناً في حروب ومعارك نحن نستدعيها ونستعيدها أو يتمثل في الشعر والرديات وشعر القلطة أحياناً وحتى شاعر المليون أو غيره من البرامج التي الناس يتنافسون فيها على تفويز شاعر ينتمي إلى هذه القبيلة هو ينطق بسمها ترجمة نانسي قنقر